بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنعرض الآن لletter codes بنستكمل letter codes فنوضح أنه عندنا بيقول لي البلوك اللي قدامنا ده بإذن ده block of information ده بنسميه block of information فبيقول لي h instruction to the machine consists of letter followed by a number زي ما احنا شايفين كده قلنا ايه n5 يبادي alpha numerical g90 g20 and so on بيقول لي h letter is associated with a specific type of action or piece of information needed by the machine زي ما احنا بنقول ايه اللغة اللي انا بتكلم بيها معاك ودلوقتي انا بوضح لك باللغة اللي انا بتكلم بيها ايه المطلوب مني طب انا عايز ما هي اللغة اللي هتها سوف اتحدث بها الى المشين فقال اللي هي ايه الالفا نوماريك كود واللي لها فورمات ان احنا بوضعها في سورة بلوكس ما هي اللي هي هنجد الان والجي والاكس والواي والزد هنمر عليهم بالترتيب والف والاس والتي والر والم هنعرف كل الاكواد اللي احنا بنعرض لها دلوقتي هنعرفها تفصيلاً وهنشوف كيفية استخدام لكن في المقام الاول اللي عايز اوضحه لك ان انت لازم يكون عندك البلوك اوف انفورميشن عنده البلوك اوف انفورميشن في الاناف انفورميشن اللي تكافئ اللي بيها الماشين تقدر تنفذ عملية محدد فلو جينا بنقول نشوف ما هي الاكواد المتاحة عندنا احنا خلصنا الان كودز اللي هو بيبدأ بيه البرنامج بنيجي بعد كده بقول عندنا الجي كودز ما هي الجي كودز بيسموها البربراتوري فونكشنز وبيقولي يبقى اذن هي بتتعلق بحركة التول وبعدين عندي الام كودز اللي هي بنسميها المسيليانس فونكشنز او في بعض اهم بسموه ماشين فونكشن انفولف اكشن نسيسري فور ماشيننج يعني ايه بقى الكلام ده يقولي زي ايه حركة السبندل زي مثلا اقول ايه م03 اون م05 وهكذا دين الايه اللي هي بنسميها الام كودز او تتعلق بالكولانت فاقول له لو عاز اعمل الكولانت اون اللي هو اللبريكاشن او التبريد بقول له M08 او M0 يبقى اخد بالك ان كل كلمة بتكلمها ايه عبارة عن الفا يدبعها ايه نوميريك فاليو بنيجي نكمل الليتر كودز فبنقول عندنا انا كلمت على الجي وعلى الام بايجي بقول ايه ايه ادي الـ xyz ايه الـ xyz انا لو شغال على الميلنج ماشين قلنا اللي يفرق الترنينج عن الميلنج ان معظم الترنينج سنتر بتشتغل في الـ x والz اما الميلنج ماشين فبتشتغل في الـ x والy والz فما هما الـ x والy والz كوزبه الـ are used to specify the coordinate axis يعني انا همشي في x مسافة d همشي في y مسافة d هنزل في زد مسافة d دول اللي بنسميهم الـ x y طب هل هم برضو ألفا نوميرك؟ نعم فهاجي لو بصيت في التمرين اللي قدامي بيقول ايه g00x1y1 what does it mean؟ يعني انا همشي في اتجاه positive x 1 مليمتر وهمشي في اتجاه positive y 1 مليمتر وهاجي في الزد همشي برضو بإيه بواحد من 10 مليمتر بإذن هو نفس الكلام اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو ايه الالفا نوميرك فبيقول لي ايه number following the code defines يبقى الرقم اللي يجي وراء الـ x او الـ y والزد اللي هو ايه number following the code define the coordinate at the end of the move يبقى دينا بقول له معناها ان انا ايه دي النهاية انا همشي فين في واي مسافة دي نهايتي اللي همشي فيها في الواي هي 1 مليمتر هيا اللي همش فيها الـ x يعني هوصل لحد دي فيه بيقول ايه relative to an incremental or absolute reference point احنا طبعا عرفنا ان احنا نقدر نشغل المشين اذا كانت هنشغلها absolute او هنشغلها incremental عن طريق جي 90 و جي 91 ودي اللي بنضعها من اول البرنامج عشان نقوله اذا كنت هتشتغل absolute او incremental او اذا كنت هتشتغل جي 20 او جي 21 اللي بنشتغل بالانش او بنشتغل بالمليمتر بقولي the number may require that a specific format be used what does it mean يقولك يعني ما تقول 3.4 what does it mean يبقى انا عندي 3 digits قبل the decimal واربعة digit لما يقولي 3.4 فبيقولي 3.4 means 3 numbers before the decimal and 4 number after this يبقى انا اللي امشي بيه في البرنامج امشي بيه ثابت فمثلا في بعض البرامج هتلاقي قولي ايه بدل ما يقولي ايه بدل ما يقولي ايه G00 خذ بالك من الحتة دي بقى يقولي G0 بدل ما يقولي G01 يقولي G1 فدي مقبولة بس همشي البرنامج كله بنفس الطرق بدل يقولي لما يكتب بقى رقم زي دي يقولي ايه X.1.534 يبقى هو عايز ايه 5340 يبقى هو فيه 4 digits after the decimal بمشي بيها في كل البرنامج يبقى البرنامج بتاعي موح بكده نقول وصلنا نهاية هذا المقطع نراكم ان شاء الله في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته